تجرى الانتخابات في بعض الدول الأوروبية على نار الأزمات التي تلاحق القارة العجوز لنضع الغازة والطاقة جانباً ولنتحدث عن انبعاث اليمين المتطرف ومن السويد المثال الأكثر وضوحاً فالمنافسة هنا كانت محتدمة جداً بين اليمين واليمين المتطرف وإذا ما صدقت النتائج غير نهائية التي تعطي الكتلة بقيادة زعيم حزب المعتدلين المحافظ أولف كريسترسون الغالبية المطلقة فهذا يعني أن اليسار سيغادر السلطة بعدما أمضى ثمانية سنوات في الحكم التوقعات في إيطاليا تعطي الائتلاف اليميني 46% من الأصوات في الانتخابات التشريعية المرتقبة الحديث هنا عن فوز سهل متوقع لجورجيا ميلوني التي إذا حققت الفوز الكاسح المرتقبة ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة أول حكومة يمينية متشددة في البلاد ولعلى أولى تجليات هذا التشدد تتبدى في تعهد ميلوني حماية بلادها مما سمتها الأسلمة وصولا إلى برشلونة وحلم الكتالونيين القديم الجديد في الاستقلال عن إسبانيا وههم عشرات الآلاف منهم قد نزلوا إلى شوارع المدينة الجميلة تحت عنوان لنعد إلى الانتصار الاستقلال أوروبا ليست بخير وهي صحيفة ديفيلت الألمانية تتحدث عن انحضار أوروبا وتشبهه بسقوط الأمبراطورية الرومانية وانهيارها وبحسب الكاتب دانيل أكرت فإن أولى علامات الانحضار هذا تتبدى في فترة التضخم التي ضربت عملة لطالما كانت مستقرة هنا انحضار وهناك انفصال وتحديدا في أنديجوا وبربودا مستعمرة بريطانية هي واحدة من أربع عشرة دولة يترأسها العاهل البريطاني تعتزم طرح استفتاء للخروج من عباءة الملك وثم تمن يتحدث عن أن سبحة الانتقال إلى النظام الجمهوري قد تكر على يد تشارلز الذي توضع شخصيته على المحك في ملفات عديدة ذات أبعاد أوروبية موسيقى